بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي المشاهدين مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج أستاذ في الطب يمكن من أيام قليلة كنا بنحتفل بعيد الأضحى المبارك أولا كل عام وأنتم جميعا بخير هنتكلم نهارة تما جات سيرة عيد الأضحى المبارك هنتكلم عن اللحوم ومرضة الكبد الحقيقة وبرضة نخش في الجهاز الهضمي يمكن من الحاجات الواضحة أو الأفكار السائدة دايما عندنا إن احنا مريض الكبد نقول له ما تاكل شي لحوم فإيه حقيقة الحكاية دي وهل ده صحيح أم خطأ هنتكلم قوان في مرضى الكبد احنا قلنا مرضى الكبد أي مريض بيدخل بيه عنده مرضى الكبد مريض في الكبد يسأل أن كان التهاب مزمن أو التهاب حاد أو تلايف أو تلايف غير متكافئ يعني بدأ يحصل أعراض فشل كبدي أو فيه أورام في الكبد أو داخل في غيب وبه كبدية مين من دولا نقول له ما تاكلش لحمة ومين التاني نقول له يأكل عادي يوم فيش مشاكلة خالص احنا أي مريض الكبد أي واحد بيخش بيجيله أي شيء في الكبد بنسميه دخل بقى مريض كبد لكن المرضى الكبدي هنا فيه درجات زي ما قلنا فيه درجات التهاب مزمن فيه درجات التلايف الكبدي وجزء منهم يدنوا في التلايف الكبدي بيت حياته كلها وجزء منهم يخش فيه مضاعفات الكبدي وهنتكلم برضو على مضاعفات الكبدي الموجودة أورام الكبدي فهنتكلم فيه برضو المضاعفات اللي هي الموجودة دي بسبب المريض الكبدي اللي هو في التهاب المزمن أو في التلايف المتكافئ يعني ما عندوش استسئة ولا صفرة ولا أي حاجة خالص نهائي أو حتى إيفن المريض اللي هو عنده بدأ يحصل مبادئ عدم تكافؤ في الوظائف الكبد ويبدأ يخش في استسئة برضو هنتكلم عنه ومريض اللي هو داخل في الغيبوبة ده برضو هنتكلم عنه مع أورام الكبدي المريض الوحيد اللي احنا بنمنعه منع مؤقت برضو بقى أكد تاني منع مؤقت من البروتين هو المريض اللي داخل في الغيبوبة الكبدية وهنتكلم برضو عنه ايه هي عراضي الغيبوبة الكبدية وزي نعرفه لان الغيبوبة دي برضو ايه درجات ده المريض ده يعني الحالة الوحيدة اللي بنمنع فيها البروتين مؤقتا وانما المريض يبدأ يسترد الوعي تاني بنبدأ ندخله البروتين فيه لان احنا محتاجين البروتين في الجسم على غير الفئة الافكار اللي هي الخطاعة العديمة ان احنا بنأكلش المريض بروتينات خالص لا ليه لان الجسم في احتياج الى بعض البروتينات لعملية البناء عنده وتكوين البروتينات والعضلات والانزيمات والحاجات كتيرة جدا وتكوين الجلد اللي بيطلع وغيره وغيره محتاجين البروتينات دي فاما الجسم ما بياخدش البروتين يبدأ يكسر ذاته يبدأ ياخد من بروتين العضلات عنده ولذلك احنا مريض الكبد بيحتاجينه ان يأكل بروتين كله بلا استثناء انا قلت بس الحاجة الوحيدة اللي انا بوقف فيها البروتين هي المرحلة اللي هي المريض داخل فيها في غيبوبة كبدية بنوقف البروتين اللي هو من اصل حيواني مؤقتا واول ما المريض بيسترجع وعيه التام وبيرجع لحالته الطبيعية نبدأ ندخل البروتين تاني تدريجيا الى ان يصل الى الجرعات الطبيعية اللي هو بياخدها ده من ناحية البروتينات واللحوم اما المريض اللي هو عنده شوية الكياب مزمن عنده تلايف بسيط بنقول له كل بروتين انا محتاج البروتين فلازم تاكل بروتين ما تمنعش من البروتين وبلاش اللستة المحطوطة دايما اللي دايما مكتوبة فيها بلاش اللحوم بلاش البروتينات من العين ما بيكلش ويبدأ العين بيخص جامد ويبدأ يكسر البروتين بتاعه وبتبقى مشكلة بالنسبة لنا لانه برضو بيقل المناعة عند هذا المريض ده من ناحية اللحوم ومرضى الكبد زي ما قلنا مريض الكبد هو داخل كله في نفق واحد ولكن مش كله بيصل الى نهاية هذا النفق عشان بس الناس ما تخافش وترتعب يعني لو احنا قلنا فيه مئة مريض اخذوا التهاب كبدي وبائي مثلا سي او بي اه نجد خمسة وتمانين او تسعين فينا منهم بيخفوا عشرة خمشة في المية بيخش فيه التهاب مزمن العشرة خمشة في المية دول اللي هما بيخشوا فيه التهاب مزمن جزء منهم كبير بيدنوا في التهاب مزمن طول حياته وجزء تاني يخش يتقدم الى مرحلة من مراحل اللي ايه التلايف وكل مرحلة ومرحلة من الحاجات دي بتاخد سنوات ماش ايام ولا شهور المراحل دي كلها بتاخد سنوات طويلة وزاك بنقول دايما ان اي مريض بيخش فيه الكبد مش لازم يوصل للنهاية او للنفق في النهاية موحدة يبقى فيه جزء بيدنه قاعد فيه مرحلة التهاب المزمن ويعيش تعمره بالتهاب المزمن وما بتقدمش حتى للتلايف والحد كلها جزء من هذا التهاب المزمن هو جزء بسيط 10-15% يبدأ يخش فيه التلايف الكابدي ويدنه حياته كلها فيه التلايف الكابدي جزء من هذا التلايف الكابدي يخش فيه مضاعفات الكابدي اللي هي قد تكون اما فشل كابدي بعراضه اما قد يحدث دوالي مريء اما قد يحدث او رام في الكابدي وازاي بنعرف الحاجات دي كلها زي ما قلنا احنا ما بيجي لنا مريض الكابدي دايما احنا بنتابعه كل 3-4 شهور بنعمله دايما وظيف الكابدي بالسمرار بنعمله موجات صوتية ده اللي هو المريض اللي هو عنده التهاب المزمن او في التلايف المتكافي لو بدأ يحصل عنده تلخم في الطحال مع التلايف ده بنبدأ نفكر نعمله منظر معده عشان نشوف فيه عنده دوالي مريء وعلى ضوء النتيجة بتاعت المنظر بيكون عندنا احد 3 احتمالات اما ان يكون مفيش دوالي فنقوله كل 4-5 سنين اعمل منظر مرة لان مش معنى ان احنا النهاردة ما عندنيش دوالي مريء ان مشاجيني بعد 4-5 سنين او ان انا قلقي عنده دوالي فبيكون احتمال لها حاجة من اتنين اما دوالي متكافأ او دوالي مش خطرة يعني بالبلدي او دوالي فيها خطر فيها قلق طب يعني ايه معنى الكلام ده او هعرفه ازاي اه يمكن اشبهها بتشبيه بسيط جدا اه لو انا مسافر رايح مثلا مسافة بعيدة شرم الشيخ مثلا بالعربية بتاعتي فبطمئنة العربية ان فيها الميا وفيها زيت وفيه بنزين يكافيني وباكشف على الكاوتش بتاعي بل الكاوتش مثلا قد يكون الكاوتش بتاعي جديد فما بقلقش باديا معنى ان دوالي مش خطرة يعني انها مفيش منها علامات ايه الخطرة قد قلقي الكاوتش نص نص لكن يمشيني ما بقلقش برضو قد قلقي الكاوتش منحول خالص على التيل في الحال دي لا اقول لا دينا خطر ما قدرش يسافر بالعربية بهذا النظام ومعيش استيب لا لازم اغير الكاوتش هذه اللغة البلدية اللي احنا بتقول بيها ان انا بخش بشوف دوالي المردية قد تكون دوالي مفيش منها قلق فاذا لقينا دوالي بسيط من هذا النوع بنقوله كل سنتين اعمل منظار مرة ونشوف لو بدأت فيها خطر نتدخل او دوالي فيها علامات قلق قلق يعني ايه قد قابلة الانفجار ودي حاجات احنا بنشوفها في المنظار وبنعرفها بيها فبنقول الحالة دي لا احنا لازم نتدخل ونعمل وحاجة اسمها وقاية اولية يعني ايه وقاية اولية يعني نعمل ربط الدولة دي قبل ما تنفجر عشان احنا دايما عبنا في مصر دايما ان احنا مش عارفين ظروفنا ايه وان احنا عندنا بعض اللامبالاء اوقات يا ما شفنا مرضى اه ييجي مثلا ينزف ينزف مرة ويقول لك ما عليش لشوف الدم كلا وهيروح وما يسكتش او قد على ما ينتقل للمستشفى اه ياخد مسافة هو وقت كبير جدا او ما يلقيش جنب منه مستشفى مجهزة بمناظير وحاجات للطوارئ في هذا الكلام او بحتاج له دقل دم على ما اخد منه عينة الدم لو انا في شغل الخاص وابعدت عشان يجيب عينة الدم زيها اخد لي 3-4 ساعات على ما يتعمل له كروس ماتشنج ويتعمل ويروح لبنك الدم ويتنقل بالمواصلات والحد كلها ما عندنا لش طيارة الكوبتر ويتنقل العيان المريض للمستشفى على طول زيها بنشوف في اوروبا والحد كلها فبيبقى فيه هنا في الحالة دي بنقول احنا الوقاية الاولية دي مهمة بالنسبة لنا وبالحالة دي بنعمل له جلسات لربط دوالي للمريق بنعمل له جلسة كل 3-4 سبية الى ان تختفي هذه الدوالي او تنزل للدرجة الاولى من الدوالي وفي الحال دي ما بنقلق شي ونتابعه بعد كده كل سنة مرة لو العيان نزف بيبقى حاجة اسمها بقى دا وقاية سانوية يعني ايه يعني العيان جالي بنزيف بنخش نعمل له ربط الدوالي او بحقن ايا كان حسب الحالة اللي عنده وبنبدأ نعمل له كل برضو او كل 3 اسابيع الى ان تختفي الدوالي وبعد كده كل سنة بنتابعه مرة نعمل له منظار مرة ونقول له طول حياتك بتعمل المناظير باستمرار كان هناك بعض الاخطاء من بعض المرضى انه هو نزف مرة فاليوم جاه للدكتور عمل اول جلسة دي من الحقيقة اللي بنشوف فعمل لأول جلسة او جلستين وبعد كده العيان اختفى من انه بعد 4-5 سنين جاي ليه بنوبة نزيف تانية وقالك اصلا كنت نزيف كان وقف ما هو النزيف لازم يوقف يعني دايما انا عايز اقوله دايما في موظم النزيف الجالسة هادم سواء كان من دوالي او من غير دوالي في الغالب النزيف بيوقف إلا زي كانت دوالي خطيرة كبيرة جدا يعني 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 واحد ما بيجي لنا برضو من ضمن مشاكل نزيف الجهاز الهضمي ان بيجي لنا المرضى يقولك عنده مثلا دم في البراص يقولك ما هتدم وقف يا دكتور ويسقط تمام طبيعي ان انا لو اجرحت من ايدي وسبت ايدي خالص هيجي ربنا خلق ميكانيزم معين يبدأ بحيث ان الدم ده يوقف يخلي بعض الشعارات ده موية تنقبض يبدأ تطلع عوامل التخسر او التجلط في الدم وتوقف اللي ايه النزيف ده لكن مش معنى هذا ان النزيف وقف ان السبب ما تشلش فده برضو خطوة بنحاول نوضح فيها للناس هذه الكلام يبقى ده من ناحية اللي هو المريض اللي هو بنعمل له قلنا منظار وبنشوفه ونعمل له وقاية اولية او وقاية سانوية لو جلنا بنزيف المرحلة التالتة الخطرة اللي هي برضو من المراحل الاورام الكابل اللي هم بنعمل له قلنا بيجي لنا المريض كل ثلاث اربعة شهور بنعمل له زي ما قلنا وظاف كابل ونعمل له قلنا موجات صوتية على البط بنعمل له دلائل الاورام عشان نطمئن انه ما فيش حصل يحصل زهور اي اورام في الكابل لان وجود من ضمن مضاعفات مرضى الكابل هو وجود اورام في الكابل دايما في الطب في قاعدة عامة في الطب ان كل ما المريض في اي مرض ما في الطب كله بيجي لنا في مرحلة متقدمة في مرحلة مبكرة كل ما بيكون عندي الابواب والنوافذ كلها مفتحة بقدر اخش واتعامل بجهات وبطرق مختلفة كل ما المريض بيجيني متأخر كل منافذة بتتقفل كل شوية منافذة تتقفل لدرجة ما بيجي لنا في مرحلة الاخيرة ببقى ان الطبيب فينا واقف مقيد اليدين او مكبل مش قادر يعمل عيان حاجة خالص نهائي زي بنقول لو جهة الاول بقى ورم بسيط خالص عندي اكثر من طريقة لحل هذا الورم والتعامل معه اذا الورم كبر شوية بتقل الفرش شوية طب لو الورم بدأ ينتشر بتقف ببقى مكبل ليدين في الحال دي ببقى مقيد خالص مش قادر اعمل المريض حاجة والمريض بينظر الطبيب انه يعني مبعوث العناية الالهية اللي هو عيجيب له الشفاء لغم ان المريض في الحال دي بيقى مكبل ومقيد اليدين والقدمين ومش عارف يعمل حاجة للمريض فدايما بيقول القادة العامة في الطب انه دايما الاكتشاف المبكر والوقاية بتكون افضل ستين مرة من ان انا اكتشف متأخر او ابدأ باي حاجة تاني خالص يبقى دايما القادة العامة في الطب دايما بنقول ان لو ان احنا الاكتشاف المبكر ما بيجي المريض كل فترة وبنعمله تحليل وبنعمله مجسطية مش الهدف ان احنا بنغرمه فلوس لا ان احنا نكتشف الشيء مبكرا ونحاول نحل الشيء مبكر قبل بتحدث اي مضاعفات ونقف مكبلين ومش عارفين نعمل للمريض حاجة لان برضو مهما كان الطب الطب له حدود في حدود بنقف فيها مش كل حاجة بتعالج انت ما بتيجي متأخر قوي ببقى مش عارف عملك حاجة ونبقى الاوقات من نقول علاج احنا بنعالجه علاج اعراض بس سمتوماتيك تريتمين يعني بنعالج بنعالج ونحاول نريحه خلاص لان احنا بيكون الامر نفذ زي بالضبط انا في ايدي طبانجة سلاح وفيها رصاصة طالما انا ما اتغطش على الزناد وانا موجه الاتجاه الاتجاه ده طالما اتغطش قدر اغير اتجاهي الاتجاه الاخر بينما لو انا اتغط على الزناد حتى لو غيرت اتجاهي مش مش اقدر اعمل حاجة لانا بيكون بيكون الرصاصة خرجت الى الهدف النهائي بتاعها هتوصل امتى دي الله اعلم سبحانه وتعالى فده عشان كيف نقول دايما الاكتشاف المبكر العلاج المبكر الوقاية خير من احنا نيجي العيان جاي متأخر او في مرحلة متقدمة من المرض وماقدرش اعمله حاجة ده كان عن الكبد و اكل البروتين اللي احنا اكلمنا فيه يمكن في حاجات تانية في مرضى الكبد احنا بنقول دايما زي ما قلنا احنا عاوزين تغذية السليمة في مرضى الكبد ان عاوزين العيان دايما يكون عنده تغذية سليمة على غير الواقع او الحقيقة اللي احنا بنقول ها دايما العيان مش بنقول له ما تاكلش بروتين لا احنا قلنا بنمنع عنه البروتين مؤقتا الى وقت معين اما بيسترد فيه وعيه التام بنرجع ندخله البروتين تاني عشان ياكله خالص ايه تاني من الحاجة اللي بنمنعها من مرضى الكبد اللي هو الملح الملح برضو مش في كل مراحل الكبد بنمنع فيها الملح لو بدأ يتكون استسقاء او تورم في القدمين في الحالة دي بنمنع بنقول للمرضى حاسب شوية من الملح ونبدأ نقول له خفض الملح شوية في الاكل عشان ان كل جرام ملح جرام الملح ده يعني شعرة الملح بمسكة بين صبعين عشان احطهم على الطبق الاكل قدام مني بيخزنوا ملو الكباية اللي احنا شايفينها دي حوالي 200 سنتيمية مقابلها في البط ولذلك بنقول له حاسب او من اكل مش المقصود الاوقات بيجي لنا بعض المرضى يقول لك ايه الموالح الموالح اللي هو برطقان والحد كلها لا مش دي المقصودة مقصود بيه ملح الاكل اللي احنا بنحدد فيه الاكل اللي هو انا بحطه على الاكل عشان نabyعدين او بخلى البيه المخللات او بحطه على الجبن الجبن الرومي الجبن الاستنبولي للحد كلها عشان احددك بيها الاكل ده المقصود بالماء زى الملح اللي انا بقصوده مش الموالح اللي هي البرطقال واللمون والليسفندي والحد كلها لا خالص ناIE ده من ناحية مريض الكبد هنتكلم تاني على مريض الجهاز الهضمي احنا في العيد طبعا فيه اللحمة الضانية واللحمة السمينة والحد كلها مرضى القولون اللي هما عندهم التهاب التقرحي في القولون بللهم حسبوا من اكل الدهون الكتيرة لان الدهون الكتيرة بتعمل نؤمن الإسان وهو اصبع عنده نؤمن الإسان موجود او مرضى القولون المزمن القولون العصبي اللي هو مصاحب بالإسان دايما برضو نقول له حاسب من اكل الدهون الكتيرة يمكن تاني برضو من الحاجات اللي احنا بنشوفها اللي هو الدهون برضو ومرضى الضغط ومرضى الاتراي في الشرايين بنقول له حاسب من اكل الدهون الكتيرة عشان بتعمل التصلب في الشرايين وبتسد شرايين وبتعمل لها مشاكل فيه مع بعض ده كان يمكن عن الأكل اللحوم أو البروتين ومرضى الكبد ومرضى الجهاز الهضمي في بعض الحاجات تانية هنتكلم فيها في نزيف الجهاز الهضمي تانا ما تكلمنا على دوال المريء هنتكلم على نزيف الجهاز الهضمي الجهاز الهضمي بيبدأ من الفم وينتهي بالشراج وبياخد أشكال معينة على حسب وظيفة كل واحد منه هكلامكم على بيت الجهاز الهضمي بعد ما نرد فضل رسمي محمد أم محمد فضل يا أم محمد ألو ألو طيب كلمينة تانية يا أم محمد زي ما قلنا الجهاز الهضمي بيبدأ من الفم وينتهي بالشراج بات معقدة إلى الوحدات الأولية بتاعتها فالبروتينات بتحول إلى أحماط أمينية والدهون بتحول إلى أحماط دهنية والسكريات بتحول إلى جولوكوز ومشتقات عشان أبدأ الجسم يأخذ الحاجات دي تاني يرتبها تاني ويكون البروتينات بتاعك يأخذ الحاجات الأولية ويبدأ يجمعها تاني هكامل تاني بعد التليفون ألو ألو هيا تفضلي السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم تفضلي سؤالك يا دكتور لو سمحت أنا عندي نسبة دهون على كدة بسيطة أه وحضرتك وزني زايد شوي أه فعايز أي حية يعني تنصيحة منك لتنزيل الوزن وتنزيل الدهون حاضر حاضر نعم شكرا سؤال تاني لا يا دكتور بالله عليك ترد علي حاضر عناي الانتين حاضر حاضر يمكن هنتكلم طبع محمد كلمتنا في الموضوع الكبد الدهني هنتكلم برد شوي عن الكبد الدهني احنا من ضمن المشاكل اللي هي عندنا السنة والسنة دياً بقت الحقيقة مرض من أمراض العصر ماش على حسب كان معتقدنا زمان أن الوحد يبقى ثقين وطيب عنده صحة والحد كلها لا السنة والتي أصبحت مرض وبيؤثر ملتي سيستم ملتي سيستم يعني بيؤثر على كل أجهزة الجسم تقريباً بيؤثر على المفاصل بيعمل مشاكل في المفاصل بيؤثر على حتى الجهاز الهضمي بيؤثر عليه بيؤثر على الكبد بيؤثر على القلب بيعمل سكر بيعمل ضغط بيعمل تصلب شرايين حتى الحالة النفسية بيؤثر عليها حتى وجود أورام بنجد أن في بعض أورام معينة بتزيد في مرضى السم هكمل بعد الاتصال ده على برضو الكبد الدهني تفضلي يا أستاذ أولاء ألو ألو حاولي تتصل بينا تاني حاولي تصل بينا تاني أستنى الأستاذ أولاء هنكمل مع الكبد الدهني فبالنسبة للسيد المحمد تتكلمها أنها عندها أول حاجة سمنة فالسمنة دي نبدأ بالعلاق بيها كالآياتي أول مرحلة مراحل هي رجيم الأكل بنخش المرحلة التانية إذا الرجيم ما عملش معنا الوضع بنبدأ نضيف عليه الرياضة والرياضة المشي إحنا مش تقول بقى نحنا نلعب قوة أو عضلات المشي أهم حاجة ما استجبتش نبدأ ندي بعض نتدخل بعض الأدوية اللي هي بتؤثر في إما في امتصاص المواد الغذائية أو بتؤثر على مراكز الإشباع أو الجوع في المخ وتحاول تمنع أو بخش مرحلة ثالثة إن أخش أتدخل بالمنظار سواء أركب بلونة في المعدة عشان أخد حيز من المعدة وأمنع الأكل أو أخش في جراحات السمنة في الآخر خالص نرجع تانية ألو السلام وبركاته أهلا وسهلا لو سمحت يا دكتور أنا عاملة منزارة على المعدة ومنزارة على الكولون ومنزار المعدة طلع أن أنا عاملة التهابات وارتجاحت المرية معني معدتني الدون الأدوية ومعدتي ما بتخفتش برضو على طول وجعاني وفعاني ووجعاني ووجعاني ووجعني والصبح بالذات يعني بالصبح اللي عايزة رجع وفقوم الليوم كده مش طبعية والكولون بتاعي على طول جنب اليمين بيوجعني من فوق أنا عاملة المرارة يا دكتور من أربح ثانين وعملة تسلكة نأمر ريز جنب اليمين بيوجعني من فوق وكل يقول لي ده كولون ده حالة نفسية أنا مش عارقة وعلى طول حاجة وقفة بزوري من فوق كده ما نشعرفها هي ايه طيب حاضر حاضر أجاوبك حاضر حاضر أجاوبك حاضر في سؤال تاني معاني السلام عليم سلام عليكم سلام عليكم يا اهلا وسائل ازايك يا دكتور يا اهلا بيك ازاي حوالك منور الشاشة يا دكتور والله الله يخليك الله يخليه ستبقيه كل ثاني وحضرتك صيد وانت بصحة وسلامة والعملين بقناة الصحة والجمال كلهم بخير وصحة وسعادة يا رب ٧شكرين جدا فاكرين جدا والله يا دكتور في السؤال ان معلش السؤال الاولاني هل السكر له تأثير على الكبد ١ طيب مير وما هي اعراضه على skal предок trust ما علش اعراض السكر ها حاضر حاضر اه يعني السكر هل له تأثير على الكبد طبعا والاعراض اللي تظهر عليها هي حاضر حاضر أجاوبك حاضر طبذ السؤال التاني ما علش يا دكتور سؤال بسيط يعني ١ طبضل فيه ابن عم هنا كان رابط دوالي قبل كده ونزف واستفرق دمه بتاعه ونقلناه مستشفى واخبال حضرتك فبرلناه بدمه بتاعه وكده ومازاله برضو ايه والنزيف منع بس بابو الصحيته باخره تعبانش فيه ايه المطلوب حاضر حاضر يا جاوبترش كل الصعب انا بصعب سلام اه اجاوب على السئلة دي طبعا احنا زي ما قلنا في الموضوع السؤال اللي قلت عم محمد عشان ما ننساش واخش عالتاني والتالي سريعا اه يبقى قلنا بنخش بالترتيب بالرجيم اكل ثم رياضة ثم بعض الادوية ثم تدخل سواء كان بالمناظير سواء كان بعد كده بجراحات السمن عشان ندخل فيها الكابر الدوني هتكلم عليه برضو في تفصيل تاني ان شاء الله بعد ما اجابه على الاسداد كل عشان ما ننساش نيجي لسؤال التاني بتاع ارتجاع المريء وانها بتخدت العلاج ومتستريحش اللي هو سؤال التاني احنا في حالة ارتجاع المريء بندي العلاج لمدة من 8 اسابيع الى 12 اسبوع واما العيام بيتحسن طرح ما هي عملت منظار بنبدأ نمشي على اللي هي بسموها البروتون بامب او الحاجات اللي بنديها لحرقة الفؤاد والحاجات دي اما بناخدها عند اللزوم او بنديها بجرعات صغيرة ويستمر عليها المريض شوية نيجي لبقى لسؤال التالت اللي هو مريض السكر والكبد السكر والكبد الاتنين متلازمان لا ينفصلان الكبد يؤثر في مرض السكر والسكر بيتأثر بالكبد او بيؤثر في الكبد يعني اللي عنده كبد بيؤثر في مرض السكر سواء وزاك دايما المريض اللي هو الكبد اللي هو عنده تنريه في الكبد دي ده وعنده استس او لعند كلها اما بيجروا سكر بيقول السكر بتاع دوها هش في الرجاية الدايبيتسي اوقات تهي على قوي واوقات ينزل قوي بسرعة فمحتاج يعني شيء خواس جدا في التحكم في هذا الشأن اوقات السكر يؤثر في الكبد يعمل اللي هو الكبد الدهني اللي كان تسألنا عليه المشاهدة الاولانية اللي انا برضو هتكلم عنه ولذلك دايما احنا الفاتي ليفر ده بنجده كثيرا في مرضى السكر ده كان السؤال اللي هو اللي كان بيتكلم فيه الاخ الأخير برضو بيتكلم على النزيف الكبدي وانه الحالة النزيف مش هو بس المتحكم الوحيد في الحالة العامة للجسم في مرضى الكبد بنشوف حالة الكبد كمان زي ما قلنا احنا بنتابع العيان اما بنتابعه بنعمله التحليل عشان نشوف فيه فيه فشل كبدي ولا لا فيه فيه مضاعفات اللي احنا قلنا عليها دوال المريء من ضمنها او الفشل الكبدي او وجود او رام فاحنا بالنسبة لو عنده دوال المريء وحصل منه النزيف مرة زي ما قلنا بيتابعه كل بعد ما بيحدث النزيف مباشرة بنتابعه كل تارت اربع اسابيع الى ان تختفي هذه الدوالي خلت بقى جلستين خلت تلاتة خلت اربعة الى ان تختفي الدوالي خالص او تصل للدرجة الاولى اللي احنا نتابعه وبعد كيف نتابعه كل سنة طول حياته بنعمل عيان من نظير هذا المريء الدوالي الكبدي بنتابعه من الحالة العامة بتاعته ونشوف اذا كان فيه بداية موجود بعض المشاكلة اخرى زي وجود او رام او لا فالدوالي مش لوحدها هي المتحكم في الحالة العامة الصحية ككل بالنسبة لمريء الكبدي ده كان الاجابة المختصرة على الاسئلة اللي هما التلاتة لكن هنكمل برضو في احكاية طالما جبنا سيرة الكابد الدهني هنتكلم عليه لان الكابد الدهني ده دايما بيجي لنا دايما اوقات ناس بيبقوا جايين وجايب صنار يقول لك انا عندي دهون على الكابد امتى اتدخل امتى احسن ده فيها قلق لان اصبحت الدهون على الكابد من ضمن الحاجات الخطيرة زيها زي فيروس C زي فيروس B ودي برضو هاكد عليها بنجد انحنا هو الحقيقة الصحيح ما بيجي بالموجات الصوتية ما بنقولش دهون على الكابد الحقيقة المصالح ده مصالح خاطئ شوية بنقوله هو كابد براق براق بيبرق بيلمع لو انا حطيت عندي جسم عدني لو شفنا الساعة كده احنا حطينا بتلمع فيه الضوء لو انا حطيت شوية زيت على ايدي هنالله هتبرق هتلمع المصالح الصحيح بتاعه هو الكابد البراق بيبقى موجود دايما هنقول عليه في حالات اللي هو موجود فيها ايه بعد ما نسمع سؤالنا من احمد السلام عليكم السلام عليكم يا اهلا وسهلا احمد اتفضل يا اهلا وسهلا احمد معك يا دكتور يا اهلا بيك اتفضل كل سنة طيب اتفرنت بس انا عملت حرق ورام قبل من سلاتين وعملت وحرق ورام تاني عملت ايه؟ حرق ورام تاني حقن ورا اه تتكبت؟ اه اه فيه بقى علاج مع الحرق ده عشان ميجردش ورام تاني حاضر عمد من حاضر شوفر هو طبعا احنا علاج الاورام الكابد احنا بيصنفوها او بيصنفوها من ناحية طبية هل هو ورام صغير؟ هل هو ورام كبير؟ هل هو اولي؟ هل هو سانوي؟ فاذا كان ورام في الكابد ويتحرق معناه ان هو حجمه كان صغير وكان يكفل لكن بنتابع دايما باستمرار لان ممكن تظهر لنا بقرة تانية او اخرى نعالجه فيها ده من ناحية اللي هو اورام الكابد اللي هي طلعة في الكابد او اللي هي بس في الركاس لهم اه اللي احنا بنتكلم عنها اللي احنا حرقناها فاحنا بنتابع دايما باستمرار بالالفا فيتوبروتين وبالصنار كل فترة عشان نشوف تظهر حاجات تانية من عدمه ده من ناحية اورام الكابد هنتكلم تاني قلنا في الكابد الدهني فاحنا اما بيجي لنا موجات صوتية دايما بيبقى المصطلح الطبيعي عند الناس انها بتقول ان عندي دهني عن الكابد هي من المصطلح ده نام الصحيح ولكن منفروض بنكتب عليه برايت ليفر يعني الكابد اللي بيبرق او بيلمع الكابد اللي بيبرق او بيلمع ده قد يكون نتيجة الدهون في الكابد فعلا فتخليه يبرق قد تكون دهون على جدار البطن الناس اللي عندهم السنة كبيرة بتنعاكس الدهون ديا على الكابد فتخليه برضو يبرق دي من بعض الحاجة او قد يكون في التهاب مزمن في الكابد وبيرضو ده بيبرضو اسمه كابد براق برضو او برايت ليفر بنشوفه بنعمل احنا ايه للكابد الدهني ده الكابد الدهني بيكون متواجد دايما زي ما قلنا عند الناس كينا عندهم السكر سواء عنده سمنة او ما عنده السمنة في معظم مرض السمنة في موجود الكابد الدهني وقلنا في بعض الامراض المزمنة وفي السكر مرض السكر سواء كان مريض السكر ده نحيف او عنده سمنة فدي من ضمن الحاجات بنعمل احنا ايه لمريض الكابد الدهني ده او المفروض الكابد الدهني ما بقولش كابد دهني غير ما باخد عينها من الكابد وبص فيها على الخلايا على الخلايا الدهنية في جوى الخلايا الكابدية عشان اقدر اقول كلمة كابد دهني لكن احنا بنعمل ايه بمنتهى البساطة احنا ما بيجينا مريض بقى عنده بهذا الكلام اولا الكابد الدهني بقى متضخم دايما اه العيان بيبقى الآن لك تضخم ليه طبعا زي ما الجسم زي ما العيان اللي عنده سمنة ده بيجبر الكابد بتاعه برضو بيجبر نفس الكلام زي ما الدهون بتتركز في جدار البطن وفي اماكن اخرى من الجسم بتخص برضو في الكابد وبتؤثر فيه قد تدخل في الخلايا الكابدية وتعوق الوظيفة الطبيعية للكبد أصبح هنا ده بقى خطر وبقى فيه ألأ منه من ناحية الكبد قد تكون موجودة وإنك مش مؤسرة فممسألش فيها بنقول العيان ادى ايه من رجيمك أكل وتابع عادي ما فيش مشاكل خالص فاحنا بيجينا المريض العادي والكبد الدهني ده بنعمله وظائف الكبد اللي هي إنزيمات الكبد ونسبة صفرة والفصفات القلوي والزيبات الجامجتي ونعمله المجسطية إذا لقينا التحليل دي طبيعية ما بنسألش إذا لقيناها عالية معناها إن السكان الطبيعيين اللي هي مكونات الكبد الطبيعية اللي بتؤدي وظائف الكبد بدأ يحصل فيها خلل بمعنى إيه إن الخلايا الدنيا دي بتخش جوه الخلايا الكبدية زي ما قلنا فيها الخلايا الكبدية فيها الحاجات الناس اللي هم السكان الطبيعيين اللي بيقوموا بكل وظائف الكبد المختلف أما بيجي وتخش يحشر معهم بعض الناس وبدأوا يتأثروا بيهم يبدأ يحصل خلل في هذه الوظائف وهنا تبدأ المشكلة لأنه لو بدأ يحصل خلل في هذه الوظائف معناه إن أنا داخل في سكة التهاب الكبدي المزمن معناه إن قد أدخل في وظيفة في تليف كبدي فيما بعد معناه إن أنا خش في مشاكل كبدي بالضبط زي اللي عنده فيروس T زي اللي عنده فيروس B زي اللي عنده أي مرض مزمن في الكبد وقدى إلى تليف كبدي دي خطورة الدهون في الكبد ولذلك دايماً إحنا بنقول دايماً مريد الكبد الدهني إن أول يزاور رياضة ويمشي كويس لو هو عنده وزن زايد يحاول يخس وزي ما قلنا بالحاجات الطرق اللي هي بتسلسلها ريجيم أكل رياضة أزود تاني بعض الأدوية لو ما أمكنش أتدخل بقى سواء كانت بمنظاره أركب باللون معدة أو أعمل أعملت جراحية أعملت مختلفة الجراحية المختلفة بتفاصيلها عند الجراحيين اللي هما الجراحيين السم بالترتيب ما بسبقش مرحلة عن مرحلة وين كانت بنقول لو أنا في الأول دايماً زي ما أقول بوز النفسي بالسمرار بنزاور رياضة بالسمرار مش لازم رياضة إن إحنا نجري ونعمل لكن ماشي المشي من الملحقة الكويسة جداً جداً في مرضى حتى الكبد إحنا لعبنا إن المدنية أو الرفاهية علمتنا الكسل شوية أبقى أنا ساكي في الدور الأولانية عاوز أطلع الأسانسير للدور الأولانية أو الدور تاني ما قدرش أطلعهم على سلم لو أنا ركب عربية وعاوز أجيب حاجة من ناحية تانية من الشارع أنا ركب عامل يوترن أمشي لحوالي 500 متر ولا ألف متر عشان ألف يوترن بدلاً معدي 10 أو 20 متر أو 30 متر عرض الشارع عشان أجيب حاجة من ناحية تانية خالص فالزمان لما كنا في الأرجاف وكنا بنشوف أهلينا لو كانوا بيشتغل بالمجهود البدني طول النهار ما كانش بيجيلوا ما كنش من عنده الكبد الدهني اللي بنشوفه ولا آه كان عنده فيه أمراض تانية كانت موجودة الأمراض المزمنة اللي كانت موجودة كانت بالهريسيا والآخره كانت موجودة لكن ما كانش وما كنش بيصابوا ما كنت دايما تلقي السكر في الأرياف ماش كتير من زي الوقت احنا بنشوف الوقت أطفال عندهم سكر شباب عندهم سكر بنشوف النظام بتاع الأمراض اللي حدرسناها في طب الزمان اتغيرت كتير جداً هذه الأيام هكمل كمنا بعد نصلنا مع الأستاذ أحمد ألو ألو تفضل ازاك أصد أحمد ازاك باش يا أهلا بي تفضل سؤالك ألو عذرتك تأثير القولون على التعب يتعب السرقة تأثير القولون على إيه تأثير القولون بيتعب السرقة في السرقة المساء بيتعب سرة اه لا مش شرط مش شرط اه لا مش شرط الو سلام عليكم سلام عليكم زيزة احمد فضل سؤالك يا اهلا بيك كل عام تبا دو وانت بصحة سلامة فضل خضلك بس مسأل بس هل فيها علاج يتاخذ يمنع اوران اه لا هو الاكتشاف المبكر انت اصدق اوران في الكابد ولا اوران في ناحية ولا اوران في الجهاز الهضمي نعم في الكابد يمكن مفيش ادوية احنا ممنديش ادوية عشان نمنع الاوران ولكن بنحاول نكتشف الاوران مبكرة بمعنى ايه لو احنا مثلا عندنا فيروس سي او فيروس بي او فيه تلايب في الكابد او فيه بعض الحياة الاخرى بنحاول نكتشف مبكرا او هزي الاوران لان زي ما قلت في البداية في الاول قلنا عندنا قاعدة عامة ان كل ما بالمريض بيجي لي بدري وباكتشفه مبكر كل ما بيكون اكتر من وسيلة للعلاج واكتر من طريقة بيقدر اترخل بيها ان انا اعالج هذا المريض كل ما المريض بيجي متأخر والورم بيكبر كل ما بتبدأ بتحدي من حركة الطبيب سواء في طريقة تترخل للعلاج او في طريقة العلاج نفسها او في اي شيء خالص نايا لدرجة ان ما بيجينا المريض في اخر خالص والورم عنده كبر وانتشر في الجسم ما بقدرش اعمل له حاجة فاحنا الوقاية هي الاكتشاف المبكر للأورام ولكن في بعض الحالات مثلا زي ما سأقول ايه القولون الناس اللي عندهم بنقول فيه بنكتشف مبكرا برضو زي ما قلنا في مرض الناس في مرض الخولون اللي هو لو فيه تاريخ اسري ان حد كان والده او اخوه او الاخره كان عنده ورم في القولون الناس دولا بنحاول نبدأ لهم الكشف عملية المسح مبكرا لاكتشاف الاورام لو فيه تاريخ في العائلة باورام القولون لكن لكن كعلاج كوقاية لا ما فيش حاجة وقاية هلو استاذ محمد على الكورتزون والاورام بتاع السؤال تاني السؤال تاني السؤال تاني الكورتزون كعلاج المريضة بالكورتزون وجسمها نفخ لان كان عندها بقرة زي ما تقول تهاب رأوي في نتيجة الكورونا بس فدلوقتي الكورتزون ما اثر عليها جامد نفسيا عشان نفخه واخبرك بشكلها تغير وازاي تم سحب الكورتزون والحالة يعني حاضر حاضر انتنا يعني هنجابه على سؤال تاني سمحمد الحقيقة الكورتزونات او العلاج بالكورتزونات في بعض الامراض بنحتاج نديله كورتزون لفترات طويلة شوية وفي بعض الامراض بنديها كورتزون فترات قصيرة شوية يمكن الفترات القصيرة ما بنضحقش تحصل الاصار الجنبية للكورتزون على الجسم الناس اللي هم بياخدوا لفترات طويلة لشهور دول اللي بنقلق منهم بيحصل منهم عندهم مضافات اوقات تلي بدأ الوش المريض يدور يسموه كوش نويد فيس يبدأ وش يدور ويدخن شوية اوقات يجيله سكر اوقات يجيله هشاشة عظام اوقات يجيله قرح معدى والحد كلها خالص احنا الكورتزون ما بنديه ما بنستمرش فيه للأبد ولكن زي قلنا بعض الامراض بنستمر فيها للأبد ده بنديله بأقل جرعة اللي هي المنترنس ونحاول نكتشف الحاجات اللي هي الأصار الجنبية للكورتزون فهي اذا كانت خلط الكورتزون ايام عشان الكورونا ما بنستمرش للأبد بالكورتزون وبنبدأ نعمل وزدروة يعني نسح بتدريجي للكورتزون من العلاق ده من ناحية الكورتزون وطريقة السحب بالطبط زي بنرجع بننزل تدريجيا الى ان اسحابه خالص لو احنا لو انا عاوز اسحاب الكورتزون من الجسم او ان انا اديله لغاية ما وصله لأقل جرعة اديله من غير اثار جانبية من الكورتزون وزي ما قلنا يعني من مشاكل الكورتزون انه هو يبدأ بنخفق الجسم شوية يخلى الوش زي الامر بيقوله دايما يقولك العين بوشه زي الامر هو الحقيقة بيبقى من التنفيخ اللي موجود عنده بنخاف من مرض السكر نحاول نعمل تحليل السكر ونجو اللي حاجة دي كلها خالص الو استاذ يوسف الو اهلا ازايك يا دكتور يا اهلا بيك ازاي احوالك اهلا ازايك يا دكتور تفضلي يا اهلا بيك تفضلي ماذا كنت عادة سألك فسأل مين حداية زرقان في جسمي زرقان في جسمي ويه تاني اه قل لي يا يوسف ايه السؤال بتاعك السابع هو زرقان السابع زرقان في جسمك في حتة معينة ولا في كل الجسم في حتة معينة ولا في كل الجسم اه طيب هو انا حيب سبقى سؤال كاملا لكن بنقول زرقان احنا الزرقان ده قد يكون حاجات موضعية يعني حتة معينة في الجسم تزرق ده الناس اللي بيحصل عندهم سرعة نزف قد يكون هذا الكلام او قد يكون زرقان عام زي اللي بيقى موجود في الشفتين وفي اللسان وحد كلها اللي هو اللي بيبقى عند الناس امراض صدرية او او امراض قلب او بعض الحاجات كلها اللي بتبقى فيها الزرقان ده لو الموضعي بنشوف سبب الزرقان الموضعي حتى اوقات الكاد ما نفسها تعمل تعمل اه زرقان اوقات بنيندي عيان حقنا في دراعه ويطلع الدم من تانية ويعمل زرقان بعدها فدي بنختلف زرقان ده حسب هل هو موضعي او هو كلي هل له معه تروما او خبطات او كده مات ولا ما معهوش الو الو اسم عليكم سلام وبركاته اهلا وسهل اهلا وسهل بيك دكتور اهلا بيك السؤال اه دكتور اتفضل اه تجد شكة الهرسيا اللي هي الجديمة في الخود ما تسمعك بتقول ايه اثارة واصارها يعني اثارت بالهرسيا اثارت بالهرسيا اه اه اللي هي في الحود الجديمة هل هل تروح مع العلاج او المتروحش حاضر عمال اتنين اه حاضر سلامت الله سلامت الله شكرا اه اتفضل اه اه اتذكر قوي وانا في بداية حياتي والنايب في المستشفى لسه كنا بنيين نقول ان مع الهرسيا اوقات اه بالهرسيا اوقات بتعمل تلايف في الكبدي هي مش شكل تلايف بتعمل زي اه اه تلايفات مش اللي هي ترفضت طاعت الفيروس نفسها ولكن بتعمل زي اي كان بتؤثر الى يعني ما بتأثرش على الخلية الكبدية مباشرة ولكن على المدى البعيد اه بتؤثر وزاك دائما اللي عنده بالهرسيا بس من غير فيروس سي ولا فيروس بي ولا حد كلها بتجيله بتنجد الكبد كله شغال بكفاءة الى اخر عمر الانسان يمكن بيجيه بس المشاكل اللي هو ايه الدوال المريء اللي احنا بنشوفه في مرضى الكبد فلو كان فيه اثار بالهرسيا اللي هي نتيجة التلايفات اللي هي نتيجة تقول بالهرسيا دي بيتابع بس بالمنظار وبنشوفها مفيش اكتر من كده خالص نهائي ازا ما كانتش جالها وجالوا عليها فيروس سي او فيروس بي بتبقى مفيش اي مشاكل منها ويمكن زمان كنا بنشوف حالة البالهرسيا كتير جدا البالهرسيا انقرر دلوقتي يمكن اصبحنا بنشوف حال حاجاتنا نادرة جدا عن زي قبل قبل كده خالص نهائي ده اه في من ناحية موضوع البالهرسيا اه يمكن في ختام الحلقة يعني انا بنتكلم زي ما قلنا اه بنختصر الكلام ان احنا في البروتينات في المريض الكابت مهمة جدا ما بنحاش الا ازا كان عنده غيبوبة والغيبوبة قلنا لها درجات واول درجة في درجات غيبوبة نجد العيان يبدأ يفصل من من يبص بيتكلم وتليه يفصل سرح في عدة تانية كده وبلا يجي تاني وهكذا او يقولك يتكلم لك انا مش فاكر وبعد درجة شوية معدل انهم بتاعه بيقلب ينام بالنهار ويصحب الليل شوية يبدأ يخش في درجات الغيبوبة بدرجاتها سواء بقى فيها استجابة في الجسم او يخش غيبوبة نهائية خالص دي الدرجة الاخيرة من مرضى الكابت وديه زي ما قلنا المريض الوحيد اللي احنا بنلنا عنه اللحوم ومنمنحها منع مؤقت وبنرجع ان نديله تاني بعد فيما بعد كده اما بيرجع استرده وعيه التام لاننا جعله البروتينات بالتدريجيا اتكلمنا على الكابت الدهني وقلنا ان الكابت الدهني برضو الناس اللي عندهم سمنة لازم يخسوا لازم يعملوا رياضة يعملوا رجيم اكل ياخد ادوية ان هو يخس لان زي ما قلنا السمنة بتؤثر على الاعضاء المختلفة من الجسم سواء على الجهاز الهضمي سواء على الكابت سواء على الضغط سواء على السكر سواء على المفاصل سواء حتى على النواحي النفسي اذا ما قلنا بتيجي الواحد عنده سمنة كبيرة جدا ويجي يدور عاوز يدور حاجة عشان يلبسه ما بيلاقيش الموديل اللي هو عاوزه على اورام وجدنا ان في بعض اورام كثيرة جدا في الاجهزة المختلفة بتزيد مع مرضى السمنة فاحنا برضو بنقول في هذا الوضع ان احنا لازم نخس فالكابت الدهني لو بدأت تخش في موضع الانزيمات تعلى الكابت بدون اي سبب اخر لعلوه الانزيمات معناها اننا داخل في مشكلة زي الفيرس دي زي الفيرس دي بالضبط فاحنا لازم نعالج هذا الكلام لو العملية مجرب ما فيش التهابات في الكابت ما فيش الاء ولكن نخس عشان خاطر الموضيع الاخرى مريض الكابت المزمن احنا قلنا احنا بنتابعه بين كل اربعة وست شهور سواء بنعمله التحليل عشان نشوف الوظائف الكابت او بنعمله الموجات الصوتية او بنعمله دلائل اورام عشان اكتشاف المبكر او بنعمله منظار عشان نشوف فيه دوالي مريء او ما فيش دوالي مريء وقلنا برضو في الحلقة دي برضو ان نتكلم عن متابعة مريض الدوالي المريء سواء اللي حصل عنده نزيف اولي او نزيف سانوي قلنا الاولي اما بلقي دوالي درجتها بتنزر انها قد تنفجر فوقت من الوقات يبدأ بعمله حاجة اسمها وقاية اولية لو ان انا اا نزيف قبل كده بعمله وقاية سانوية واننا بنتابع ازاي مرضى الكابت ده كان خلاصة الكلام في هذه الحلقة نستودعكم الله ونتمنى للجميع الشفاء وكل عام وانتم بخير